البنك اللي أهلي وبنك مصر أعلنوا عن طرح شهادة الدخار بأعلى عائد ما حصلش قبل كده يعني لو ناوي تستثمر فلوسك في شهادة الدخار فمن غير ما تفكر ده أنسب وأضمن شهادات تحط فيها فلوسك لكن يا طار العائد بتاع الشهادات دي كام وإيه اللي بيميزه عن أي شهادة تانية وإزاي تكسب من وراها أكبر مبلغ كل ده أكتر أتعرفه بس تابعيني في الفيديو ده أنا قيل وليلي كامل معي الفيديو الآخر عشان تعرف كل التفاصيل ملايين من الناس بيلجأوا دلوقتي للاستثمار في شهادات الدخار علشان يقدروا يحفظوا على فلوسهم قبل ما يحصل أي تعويم تاني للجنيه علشان كده البنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا عن طرح شهادة الدخار جديدة بأعلى عائل لكن خليني الأول نبدأ بشهادات البنك الأهلي واللي أعلن عن طرح شهادة لمدة 30 بفايدة متنقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى 25% للسنة الثانية 20% للسنة الثالثة وكمان بيصرف العائد بشكل سنوي حزبة بسيطة لو استثمرت فيها مبلغ 200 ألف جنيه فكده أنت هتكسب من وراها 60 ألف جنيه كمان قرار تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتنقصة بدورية صرف العائد شهريا علشان تكون بسعر سنوي 26% للسنة الأولى 22% للسنة الثانية 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة قرار كمان تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالعائد الثابت علشان تكون 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة بدل من 19% بدورية صرف العائد شهريا مع استمرار الشهادات البلاتينية اللي ترحى في بداية السنة بالعائد السنوي 27% وبيتصرفوا بنهاية المدة 23.5% شهريا كمان طرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23% ودي كمان فيها صرف عائد يوميا على فكرة بنك مصر أعلن عن تعديل نفس الشهادات دي وبنفس العائد كمان قرر إعادة إصدار شهادة إذن مصر ودي مدتها متنقصة كمان بدورية صرف عائد مختلفة ده لتلبية احتياجات العملاء وعلشان كده قرر طرح 3 إصدارات بدورية صرف العائد سنويا ربع سنوي وشهريا أما العوائد فهي 30% للسنة الأولى 25% للسنة الثانية 20% للسنة الثالثة عموماً أي شهادة من الشهادات اللي اتكلمت عليهم تقدر تربطهم بألف جنيه بس كمان بنك التنمية الصناعية أعلن عن طرح شهادة جديدة باسمارت ودي بعائد 30% مدتها من يوم واحد لحد تولتو ميديوم يعني أقل من سنة ودي يعتبر من أقصر الشهادات كمان في الإدخار دي بتحصى بالعائد من نفس اليوم شراء المنتاجة أما بالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة لأول مرة 250 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه ممكن كما تشتريها زي ما تعاوز بدون حد أقصى من مميزات الشهادة دي أنه مش عليها أي مصاريف أو غرامات وقت الاسترداد أو الكسر المبكر بس لو قررت تستردها قبل معادها فأكيد هيطبق عليك العائدة المعلن والمقابل للمدة الفعلية للشهادة وده وفقا للبنك ده كما بنك الإمارات دبي أعلن عن طرح شهادة بعائد 40.5% بمعدل تراكمية 18.89% مدفوع مقدما ودي الحد الأدنى لشراءها 100 ألف جنيه ومضاعفات لعشر تلف جنيه من غير حد أقصى مدة الاستثمار في الشهادة دي 30 سنين في معظم الشهادات الموجودة دلوقتي كمان البنك التجار الدولي CRB أعلن هو عن طرح شهادة بريميوم بعائد 22% سنويا بيصرف شهريا والحد الأدنى لشراءها 5 مليون جنيه ومضاعفات لألف جنيه والمدة 3 سنين دلوقتي بقلولي رأيكم ايه أحسن شهادة تستثمروا فيها فلوسكم شاركوني برأيكم في التعليقات